أنا سابري بنصير ناشط مجتمع مدني وعضو حركة مانيش مصب الحركة ذاية تأسس بش يواجه كل المشاكل البيئية لتعرض لها معتمدية عجارب نحن نتقوى في المحمية الطبيعية بالقناة معتمدية عجارب وولاية صفاقص محمية مساحتها أكثر من 5000 هكتار لكن تم الاعتداء عليها بعديد عوامل التلوث وهذه أول مشكلة هي مشكلة تصريف المياه المنزلية المستعملة اللي متسبب فيها دي وين التطهير بما يعرف اللوناس هذه المحطة كما نشوفوا فيها موجودة على بعد تقريبا 300 متر من المكان اللي موجودين فيه عندهم رجارات معرضين بهم إستلاسيون كاملة باش يدخلوا للمحمية باش يتصرفوا في المياه المستعملة في واد يسموها واد جارجورو الوادة ذاية يمتد تقريبا على مسافة 8 كيلو متر أكبر دليل أنه المياه المستعملة هذه قاعدة تتعدى كيفما هي من غير أي معالجة أنه محطة التطهير توا تعدين من بحثيها ثم مراوح الفوق يدلوا أنه المحطات قاعدين يخدموا المراوح هذوكم ساكتين يعني ثم دليل كبير أنه ما مش قاعدين يخدموا يعالجوا في المياه هذه وقاعدة تتعدى كيفما توصل من محطات التجميع للمحطة هذه آخر محطة التجميع في عقارب ما هيش مراسك للمياه هذه وقاعدة تعدى ونجموا اللحظوا حاشاكم الخمج والوسخة ذاية قاعدين اللحظوا فيه النجم اللحظوا بقبلونها بالريحة متاحة بالأثار اللي مخليتها في التراب وفي الغرس اللي موجود بجنبها هذا يضرنا في الرواح يضرنا في الرواح يضر المحمية أنه برشة حيوانات كانت تعيش في المحمية وهجمت البر على خطر تعديت على البيئة بتاحها كما الخنزير كما الفاعي كما برشة حاجات موسيقى احنا منزلنا في وسط المحمية الطبيعية بالقنة بش نحكو على المشكلة البيئية الثانية اللي في عقارب واللي في وسط المحمية اللي هي المصب الجهوي الفضلات مصب جهوي الفضلات جهة الصفاقس كاملة المساحة متاعه تنتد على 35 هتار وطاقة الاستيعاب تقدر يوميا ب600 طن نفايات منزلية وعشرين طن نفايات صيناعية المصب جهة انه ما يعتمدوش انه تقنية رسكلة النفايات او الى ما غير ذلك يعني هما يعتمدوا في تقنية الردم ويقولوا انه النفايات يردموها بطريقة بصيفة شبه يومية لكن نجموا ان نشوفوا الاكتاس هذه متاع الزبلة ما هيش مردومة الشيء اللي يتسبب في برشة كوارث بيئية واختر حاجة اللي قاعدة تشطلنا وضرنا بصيفة مباشرة تقريبا سكان معتمدية عقارب كاملة اللي هي الارواح هذه المشكلة البيئية الثالثة في معتمدية عقارب مشكلة متسبب فيها مصنع تكرير الكارتون ما يعرف في عقارب بمصنع تيباب المصنع بعيدة على المنطقة ذي تقريبا خمسة كيلومتر مواصلين استلالسيون كاملة باش يتخلصوا من الماء اللي يستعملوا فيه في تكرير فيتورا اللي هو أصلا الماء لتكرير الكارتون سامحوني اللي هو أصلا الماء استنزاف للطبقة المائية يستعملوا فيه ماء متاع أبارة عميقة في وسط المصنع متاعهم ويستعملوا فيه ماء الصنات كيف كيف البحيرة اللي كنا نشوفوا فيها هي في الأصل كانت جرف كيمة المنطقة هذية كيمة المنطقة اللي نشوف فيها وراية هكا ويكملوا يسيجوها ويسكروها ويعمقوا فيها أكثر باش ترفع أكثر كمية متاع ماء ويستعملوها مصب الماء الصناعية المستعملة الماء المستعمل في الصناعة أكيد بش يتسرب للطبقة المائية لأن هذه أراضي تينية ما هيش أراضي كنسية وأكيد وقت بش يتسرب الماء للطبقة المائية بش يعود يخرجنا بطريقة بصيفة ملوثة بش يذرنا أحنا بش يذر الزراعات وبش يذر الأفلاحة الكل وبطبيعة ثم تبخر المياه هذية التبخر متاع المياه بطبيعة بش يأثر على هواة هذة اللي نتنفسوه المشكلة البيئية الرابعة في معتمدية عقيرب عندنا مصب مرجين وفضلات المعاصر يقال أنه أكبر مصب مرجين في العالم موجود في معتمدية عقيرب وهذية مصب يتخلصوا منه في فضلات المعاصر والمرجين كل معاصر زيتون وصوكس كل معاصر صوكس تصب في المنطقة هذية المرجين هذية أكيد يتسرب للطبقة المائية وبعد أحنا بش نشربوهم الطبقة المائية بش يخرج لنا احنا وبش يمشي في المياه متاع الرأي وبش يمشي في الغراسات بتاعنا أربع مشاكل البيئية اللي يحكينا فيهم اليوم هذية فايض من غيظ هذية جزء بسيط من عوامل التلوث اللي موجودة في عقيرب ومن الجرائم البيئية في حق المدينة هذية ومن الإرهاب البيئي الممارس علينا من طرف الدولة ومن طرف الخواص وعلى أربعين ألف ساكن حبينا احنا كم مجموعة من الشباب تخلقت الفكرة كردة فعل على التلوث اللي عايشين فيه موسيقى صنعنا طريقة جديدة للاحتجاج ما محتجينيش بطريقة انه مظاهرات أو طريقة تسكير الكيسات أو طريقة الاعتصامات أمام مقارات السيادة خرجنا على المألوف في الطريقة الاحتجاجية حبينا نخدم طريقة الفلاش موب خدمنا في فن الشارع خدمنا برؤية جديدة برؤية فنية جديدة عاونتنا الحق عاونتنا برشة في الحركة هذية وأثرت من ناحية الإيجابية لأنه الناس ما تعودتش على الطرق الاحتجاجية هذية تعودت أنه الناس مع حركة احتجاجية أكيد فيها تسكير كيس فيها اعتصام فيها مظاهرة أمام مقر مقرات سيادة إذا الولاية أو المعطمدية صحيح كانت لنا وقفة احتجاجية أمام الولاية لكن ركزنا أكثر على الجانب الفني الجانب الفني هو المحرك الأساسي منتاع الطرق الاحتجاجية للحركة مانيش مصب